اشتركوا في القناة 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 تساقوطات الجهو المطارية المرتب في هذه المنطقة وصراحة تبقى هي الرمز هذه القفيلة التي جاءت من طانجة هي التي حركت الجوارح أعضاء الجمعية القلوب الرحيمة لا ترونها في الفيديو وهي تعيش في واحد الغار وتحت لها الضار وتعاني من قلة البصار ومرة كبيرة وبصراحة هي التي حركتنا من طانجة لتعاني من القفيلة الثانية في شهر لأننا كنا نفوت بابرنوس قبل شهر ونحن جئنا وفرحانين معها وشعر لنا كل نمي زهراء وكانت ضمنوا معها قلبا وقالبا هنا في دوار إدمر في عين المكان ونحن فرحانين رغم عناء الصفار ومسافة طويلة تربط بين طانجة وإدمر ولكننا فرحانين وكل نمي زهراء ونحن كان أولا بكمي دي وانتمنى تكون سلسلة القوافيل في هذه المناطق ومضرورة بالعواصف التلجية التي تتسقطت بأخرا على بلدنا ونعطي الكلمة الحسنة أزواح أنا رئيس الجمعية قلوب رحمة فريق متكامل في المستوى قدمت قافلة تقريبا واحد شهر نصف في المنطقة الرشيدية في المنطقة الأدمن هدرنا والشعور والمساعدات والجمعية تصل إلى أهالي المتدررين من الفيضانات أول شيء شكرا لكم الموقع الذي وصل إلى نداء ميزهرة لذلك لا نعرف المعاناة ومعاناة الكثير من الناس رغم أننا نرى الكثير من الناس في المغرب العام في صفة عامة في كثرة التولوج والأمطار الحمد لله رحمنا بالتج ولكن شكرا للمساعدة ما هو إلا نداء لتعمم قوافل مثل هذه القرى وتكون مساعدات مثل الناس ميزهرة هذا أقل واجب لأنه ليس شيء كبير وإنما هو تحسيس ومازال كين الخير والتضامن ما بينتنا ونتمنى تكون قوافل أخرى رغم أننا نحن شهر ونصف قريبا بشعملنا الرشيدية نتمنى وشهر للمساعدة تكون شيء إن شاء الله وشكرا لكم ميزهرة مرحبا بنا عندك الله رحمه شكرا للمشاهدة